موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدينا في نشرة أخبار الثالثة والنص من القناة السعودية البداية بالعناوين بعون الله وتوفيقه نعلن عن ميزانية العام المالي القادم 1444-1443 نوافق 22-22 ميلادي خادم الحرمين الشريفين واكدوا استمرار الانطلاقة الاقتصادية للمملكة وفق رؤية 20-30 موسيقى خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالتين خطيتين من سلطان عمان وملك مملكة البحرين موسيقى سمو ولي العهد يؤكد استخدام الفوائض لتقوية المركز المالي للمملكة ورفع قدراتها لمواجهة على مواجهة الصدمات والأزمات العالمية موسيقى المملكة تستضيف غدا اجتماع مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والأربعين موسيقى موسيقى أهلا بكم أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444-1443 للهجرة وفي مستهل الجلسة وجه خادم الحرمين الشريفين كلمة للمواطنين والمواطنات أعلن فيها الميزانية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعون الله وتوفيقه نعلن عن ميزانية العام المالي القادم 1444-1443 الموافق 22-22 ميلادي بعد تجاوز المملكة الاثار الاقتصادية والمراحل الاستثنائية للجائحة كوفيد 19 واستمرار انطلاقة الاقتصادية المملكة نتيجة للسلاحات الاقتصادية والمالية وفق رؤيات المملكة 2030 حيث تهدف الاهتمام بامن وصحة المواطنين المقيمين التنمية البشرية واستمرار النمو والتنويع الاقتصادي واستدامة المالية يبلغ الانفاق في هذه الميزانية 955 مليار ريال كما تقدر الايرادات مبلغ 45 مليار ريال بفضل يصيح ل 90 مليار ريال اننا عاثمون في عون الله على الاستمرار في تنفيذ المبادرات والصلاحات الاقتصادية لتحقيق اهداف رؤية المملكة عشرين ثلاثين السجن المستمر في جودة الهيات والاستغلال الامثل للموالد المتاحة ورفع مستوى شفافية وكفاءة وجودة انفاق انفاق الحكومي في تعزيز معدلات النمو والتنمية وتطوير المرافق والخدمات الاساسية لنمو المواطنين والمقيمين وتطوير البيئات التعليمية ودعم خطط الانسكان وتؤكد الميزانية حرصنا على حماية وتعزيز مكتسباتنا ولقد وجهت الوزراء المسؤولين كلنا فيما يخصه بالاتزام الفاعل وفي تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية اجتماعية ومتابعة الوضع الصحي في ظل استمرار مجاحة معكاشة على الاوضاع الصحية والاقتصادية مهليا ودوليا وتوفير المخصصات اللازمة لقطع القطاع الصحي ورفع كفاءاته وتوفير اللقاحات جميع المواطنين والموقيمين على عرض المملكة ختاما نحمد الله على نعمة الأمن والأمان والاستقرار التي هبارة لبلادنا وسنواصل العمل كل ما لدينا من موالد وطاقات وفي مقدمتها المواطن السعودي لتحقيق أهدافنا مستعينين بالله عز وجل أتوكي عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بمناسبة إقرار ميزانية عام 2022 أن رحلة التحول الاقتصادية التي تتبناها حكومة المملكة مستمرة في تحقيق المنجزات والمستهدفات وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين وجاءت الميزانية تأكيدا للنتائج المتحققة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية معا نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح وأوضح سموه أن الحكومة تلتزم في ميزانية 2022 للميلاد بحجم الإنفاق المخطط له على المدى المتوسط والذي سبق إعلانه خلال العام الماضي كما توقع سموه تحقيق فوائض في الميزانية للعام المالي 2022 للميلاد وذلك باستكمال العمل على تطوير عملية التخطيط المالي ورفع كفاءة الإنفاق بالإضافة إلى تطوير مصادر متنوعة وأكثر استقرارا للإرادات الحكومية وقال في تصريح صحفي عقب الإعلان عن الميزانية العامة للدولة إن النتائج والمؤشرات المالية والاقتصادية تؤكد أننا نتقدم بشكل إيجابي حيث تأتي ميزانية العام القادم وسط مناخ عالمي يتسم بالتحديات الكبيرة في ظل تداعيات جائحة كوفيد-19 ويتوقع أن يبلغ العجز في عام 2021 للميلاد نحو 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 11.2% في عام 2022 المتأثر بالجائحة في حين نتوقع تحقيق فوائض مالية قد تتجاوز 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 للميلاد حيث ستستخدم هذه الفوائض لزيادة الاحتياطات الحكومية لمواجهة احتياجات جائحة كورونا وتقوية المركز المالي للمملكة ورفع قدراتها على مواجهة الصدمات والأزمات العالمية وأوضح سموه أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي يتم تطبيقها منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 ساهمت في تقليل الآثار السلبية المرتبطة فقد حققت المملكة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2021 معدلات مرتفعة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي بلغت 5.4% مدفوعا بنحو بنمو القطاع الخاص بحوالي 7% كما صحب ذلك النمو انخفاضا في معدلات البطالة بين المواطنين من 12.6% في نهاية العام الماضي إلى 11.3% في منتصف العام كما أكد سموه أن دور المواطن اليوم أصبح محوريا في التنمية الاقتصادية فهو يساهم مباشرة في تحقيق الإنجازات في مختلف المجالات والقطاعات الواعدة بالإضافة إلى زيادة مشاركة المرأة التي تمثل مشاركتها قوة إيجابية للمجتمع ومن المخطط أن يبلغ الإنفاق الإجمالي في المملكة 27 تريليون ريال إلى عام 2030 للميلاد شاملا استثمارات صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص والإنفاق الحكومي والاستهلاك الخاص وأكد سموه للعهد الدور الريادي الذي تقوم به المملكة في استقرار أسواق الطاقة وفي نفس الوقت قيادة الحقبة الخضراء القادمة مشيرا إلى أن مبادرتين السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر ترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة كما ستستمر المملكة خلال العام القادم وعلى المدى المتوسط والطويل في زيادة جاذبية اقتصاد المملكة كقاعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية وتنويع الاقتصاد عن طريق تطوير القطاعات الواعدة كالسياحة والتقنية والصناعة والتعدين أكد وزير المالية محمد الجدعان أن هناك توجه لإعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة في حال تحسن الوضع الاقتصادي وأضف خلال مؤتمر صحفي بعد إعلان ميزانية عشرين اثنين وعشرين أن الأولوية الآن هي تعزيز النمو أكثر من زيادة الإيرادات غير النفطية وتهدف وزارة المالية إلى خفض البطالة إلى سبعة بالمئة بحلول عشرين ثلاثين والجهود الحكومية خلال الجائحة حدت من ارتفاع نسبة البطالة وشدد الجدعان على أن ميزانية عشرين اثنين وعشرين تتضمن إنشاء منطقة تقنية حرة للوصول إلى أكثر من عشر شركات عالمية كما أنها تطلق مسارا للتميز للافتعاث لإثنين وثلاثين تخصص جديد في سبعين جامعة عالمية بدأت اليوم في الرياض أعمال جلسات ملتقى ميزانية عشرين اثنين وعشرين للميلاد الذي تنظمه وزارة المالية بمشاركة عدد من أصحاب السمو المعالي حيث شارك في الجلسة الأولى التي تحمل علوان الاستدامة المالية وتنمية الاقتصاد الوطني وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر أرميان ونائب رئيس مجلس صندوق التنمية الوطنية الأستاذ محمد توجري كشف وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان تقليص العجز في الميزانية من 12.9% إلى 2.9% بفضل خطة ضبط الانفاق الحكومي استطاعت الحكومة من خلال برنامج التوازن المالي وضبط الميزانية العامة والسيطرة على الانفاق ورفع كفاءة الانفاق أن تخفض العجز من 12.9% إلى 2.7% في هذا العام وبإذن الله تعالى تحقيق فوائض العام القادم وبالرغم من تحقيق الفوائض التزمت الحكومة أيضا بمستويات الانفاق المعدنة السابقا وبالتالي فصلت تماما بين مستويات الإرادات السنوية وبين قططها على المدى المتوسط بما يتعلق بالانفاق وبالتالي استقرار المالية العامة استدامتها وخلق مستوى جيد من النضج في المالية العامة والتخطيط للمشايع من جهته كشفها الأستاذ ياسر أرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة عن اعتزام الصندوق استثمار ما يصل إلى تريليون ريال في الاقتصاد المحلي بحلوله عام ألفين وخمسة وعشرين لقد كان لرؤية المملكة عشرين ثلاثين الطموحة بقيادة سمو السيدي ولي العهد حفظه الله بالغ الأثر في عادة سياقة استراتيجية الصندوق الكامل الأمر الذي مكن الصندوق من تحقيق مستهدفات استراتيجية على مدى السنوات الماضية بكفاءة عالية وتحقيق أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي وتعظيم العائدات المستدامة وبخطة ثابتة يواصل الصندوق بقيادة سمو سيد ولي العهد في تحقيق مستهدفاته المعلنة بنهاية العام عشرين خمسة وعشرين وهي ضخمة يصل إلى تريليون ريال سعودي في المشاريع الجديدة محليا وأن يصل حجم قيمة الوصول تحت الإدارة إلى أربعة تريليون ريال سعودي والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ليصل واحد فاصل اثنين تريليون ريال بشكل تراكمي إلى ذلك أوضح نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطنية الأستاذ محمد تويجري الأهداف من إنشاء المجلس والدور الذي يقدمه لخدمة الاقتصاد الوطنية صندوق التنمية الوطني هو عبارة عن 12 منظمة اجتمعت وتناغمت في السنتين الأخيرة في منظمة واحدة هي عبارة عن 12 استراتيجية تناغمت أيضا في استراتيجية واحدة و12 ميزانية تناغمت في ميزانية واحدة الهدف هو خدمة التنمية هو ليس ربحي بالدرجة الأولى ولكن يهدف للاستدامة بشكل مباشر ولكن أهدافه كلتا موية نتكلم عن التنوع الاقتصادي نتكلم عن الاستدامة المالية نتكلم عن تمكين القطاع الخاص نتكلم عن البنية التحتية الصناعية السياحية وغيرها الصندوق هذا بعض الصناديق التي تحت مضلته عمرها بعضها خمسين سنة وتزيد وبعضها استحدث مؤخرا مثل الصندوق السياحي والثقافي لكن مجموعة الخبرات المتراكمة يتعدى 280 سنة والميزانية العامة أو رأس المال المتواجد في هذا الصندوق يزيد عن خمسمية مليار ريال هدفنا هو التنمية الاقتصادية والعائد على تلك التنمية يعني لكل ريال يصرفه الصندوق كم العائد على هذا الريال من ناحية التنمية الاقتصادية وللحديث أكثر حول جلسات ملتقى ميزانية 20-22 ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ بجامعات الملك فيصل الدكتور محمد القحطاني بدأت الدكتور أهلا بك في هذه النشرة ميزانية استثنائية ولله الحمد يعني رغم استمرار آثار جائحة كورونا كيف رأيتم الأرقام التي أعلنها خادم الحرمين شريفين مسامس حياة الله أخوي عبد الرحمن والأخوة المشاهدين بلا شك يعني الميزانية كانت يعني مفرحة للجميع وأيضا تعطي الاقتصاد السعودي انطلاقة جديدة نحو مبادرات نوعية واستكشافات لمشاريع عملاقة قادمة في ظني سيكشف على خلال عشرين وعشرين نعم يعني نجحنا ولله الحمد في يعني تمكين مؤسسات القطاع العام والخاص وأيضا تقنين الإنفاق ومنع الهدر في الكثير من المناعي وهذا حقيقة نتج عنا فائض في الميزانية وهذا بلا شك أي فائض يعني يعطي دفعة كبيرة للاقتصاد ويمكن أيضا إذا احتاجت المملكة إلى الاستدانة العالمية لأن سيكون هناك ثقة حقيقة من الخارج في الاقتصاد الوطني يعني أيضا لا ننسى لأول مرة في التاريخ يكون هناك بشكل موازي صندوق السيادي يكون يعني يدعم بنفس ميزانية المملكة يعني قرابة الميزانية تريليون ريال وهذا دليل واضح على يعني ثقة هذا الصندوق لأنه في المقام الأول هو استثماري يهم العائد على الاستثمار وهذا حقيقة تريليون تعطي زخم لأول مرة بيكون مرتين يعني خنا نقول ميزانية المملكة كأنك أنت تتعامل معها ضرب اثنين يعني تتكلم عن اثنين تريليون قاعدة تدور في الاقتصاد الوطني وهذا سيعمل زخم كبير جدا أنا طلاقنا عليه أخي عبد الرحمن سنكون حنا أمام ثورة اقتصادية لأول مرة يعني إن شاء الله يتسم بها الاقتصاد السعودي نعم دكتور محمد يعني فائض الميزانية الآن واستخدامه في تقوية المركز المالي المملكة وأيضا القدرة على مواجهة الأزمات العالمية ما هو تحليلكم لهذا التوجه؟ طبعا بلا شك المملكة يعني أثبتت وجودها منذ القدم يعني بسياساتها التحفظية ولكن مع يعني قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين سيدي ولي العهد أصبح هناك تحفظ وجرأة وهذه حقيقة معادلة جدا يعني لا يجدها إلا الكبار وهذا مما مكننا بفضل الله عز وجل أن نتخطى جائحة كورونا بكل اقتدار بل ونبلي اقتصاد يعني نلاحظ أننا حققنا فوائض في أصعب سنتين مرت على الاقتصاد العالمي وليس الاقتصاد السعودي فقط فبالتالي هذا دليل واضح على نجاح التشريعات التي وضعتها حكومة مملكة عربية السعودية وأيضا المتابعات الحتيثة والتنافسية من قبل مؤسسات الدولة وهذا كلها العكس حقيقة على أن نكون أمام ميزانية صحية حقيقة أثبتت للجميع بأن لا مجال للهذر وأن سيكون هناك أيضا يعني التزام كامل بما خطط له نعم دكتور محمد سمو للعاد تطرق للدور الريادي الذي تقوم به المملكة يعني في استقرار أسواق الطاقة أيضا القيادة للحقبة الخضراء القادمة في نفس الوقت ما هو تحليلكم لهذا الدور الذي تم فرد به المملكة بحقيقة ليس فقط هذا الدور أيضا الدولة الأخيرة السمو سيد ولي العهد في دول الخليج هذا يعني يعطي مؤشر للخارج بأن دول مجلس التعاون متكتن وأصبح على فكرة دول الخليج باتت على ثقة كان هناك كثير من المشككين برؤية مملكة 2030 ولكن الآن تلاحظت الابتهاج مع زيارة سمو ولي العهد لدول الخليج لأن أثبت للجميع بأن اقتصاد السعودي أصبح منتج صحي مزدهر قاعد يتقدم بخطة ثابتة وأيضا لا ننسى القطاع الغير النفطي كيف قفز الآن أكثر من 40% بمساهمته في الناتج الإجمالي المحلي ويعني نحن قاعدين سابق الزمن يعني نحطين في البال أن 2030 سيكون اعتمادنا على النفط 35% في ظن قبل ذلك الوقت إنك في 20-20 سنحقق ذلك هذا كل حقيقة يعني يذكرنا باللقاء سيدي ولي العاف عندما قال يعني مديع ماذا بعد 2030 قال 20-40 وأنا في ظن الآن نحن نستهدف 20-40 الآن في ظل هذا التصارع وهذا التلامي في الاقتصاد الوطني إذن كل الشكر والتقدير للأستاذ بجامعة الملك فيصل الدكتور محمد القحطان شكرا لك شكل قطاع التعليم النسبة الأكبر من إجمال إنفاق ميزانية المملكة 20-20 البالغ 950 مليار ريال بنسبة 19.3% بتقسيص بلغ 185 مليار ريال لتحقيق مستهدفات الرؤية بالاستثمار في المواطن ورفع استيعاب أعداد الطلبة في جامعات المملكة بأكثر من 10% المزيد في التقرير التالي الإنفاق على التعليم في ميزانية عام 2022 هو الأعلى تخصيصا بمبلغ 185 مليار ريال وبنسبة 19% من إجمالي الإنفاق العام البالغ 955 مليار ريال والذي يعد منخفضا بنسبة نصف في المئة مقارنة بـ 186 مليار ريال لعام 2021 قطاع التعليم يستهدف في عام 2022 إطلاق برنامج التلمذة الصناعية وتجهيز ثمان مختبرات للعلوم والتقنية وإنشاء أندية الموهبة والابتكار واستحداث أول النظام وطني لتمويل ودعم البحث والابتكار تحت عنوان برنامج التمويل المؤسسي واستهداف خمسين شراكة مع القطاع الخاص اهتمام المملكة بقطاع التعليم وحصوله على أعلى القطاعات من حيث حجم الإنفاق أسهم في حصول المملكة على المرتبة الأولى عربيا والمرتبة الثانية عشر ضمن مجموعة دول العشرين والمرتبة الرابعة عشر عالميا في الأبحاث المرتبطة بكوفيت نايتين وإطلاق خدمة مؤهل لتمكين القطاعين الحكومي والخاص للتحقق من الشهادات الأكاديمية ورفع أعداد القبول في الجامعات عشرة في المئة من المقاعد المخصصة للمواطنين إضافة إلى تخصيص ستين مبنى تعليميا في منطقة مكة المكرمة وإطلاق مسار التمييز للإبتعاد لإثنين وثلاثين تخصصا جديدا في سبعين جامعة عالمية سهم برنامج تحقيق التوازن المالي الذي أطلق عام 2016 في تأسيس منظومة مالية قادرة على التأثير والتفاعل الإيجابي بالأنظمة الوطنية المتعلقة بالمالية العامة التفاصيل في التقرير التالي أطلق برنامج تحقيق التوازن المالي في عام 2016 لتأسيس منظومة وادوات مالية قادرة على التأثير والتفاعل الإيجابي مع المتغيرات والتحولات على المستوى المالي والاقتصادي حيث سهم البرنامج في الضبط المالي وتطوير المالية العامة من خلال إنشاء كيانات عدة مثل المركز الوطني لإدارة الدين ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية البرنامج حقق العديد من الإنجازات فيما يتعلق بالأنظمة الوطنية المتعلقة بالمالية العامة التي ساعدت في السيطرة على نسب العجز من خلال تطبيق العديد من الإصلاحات الهيكلية في عملية إعداد الميزانية العامة للدولة كما سهم البرنامج في تعزيز الإيرادات غير النفطية من خلال برنامج تحقيق التوازن المالي ومبادرة مك درس البرنامج المتغيرة التي ينبغي مراعاتها فيضع أولويات وآليات التنفيذ منذ إطلاقه حيث أن التوجه العام لا يتمثل في التركيز على السياسات العامة الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030 والتي حرصت على تبني الكفاءة والفعالية من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المبادرات والحرص على تلبية هذه السياسات وتحسين المدفوعات ونمو الناتج المحلي وزيادة خلق فرص العمل للمواطنين والمواطنات فيما قلص البرنامج دور القطاع العام من خلال التخفيف من الأعباء التشغيلية والتنفيذية التي تقع ضمن اختصاصاتها المباشرة سعيا لتحقيق الأهداف المنشودة أظهرت بيانات مؤسسة صندوق الثروة السيادية صعود تصنيف صندوق الاستثمارات العامة إلى المرتبة الثامنة عالميا مقارنة بالمرتبة التاسعة في التحديث السابق وأشارت البيانات إلى أن أصول الصندوق ارتفعت بنحو 20 مليار دولار لتصل إلى 450 مليار دولار مقارنة بالتحديث السابق عند 430 مليار دولار أصول صندوق الاستثمارات العامة تصعد 12.5% بما يعادل نحو 50 مليار دولار منذ مطلع العام الجاري لتبلغ 450 مليار دولار مقابل نحو 400 مليار دولار بنهاية 2020 وحافظ الصندوق إلى المركز الثامن بين أكبر صناديق الثروة السيادية عالميا بحصة 4% فيما كان ثامنا أيضا بنهاية 2020 بحصة 5% ويستهدف الصندوق رفع أصوله إلى 10 تريليونات ريال بحلول 2030 بعد رفع أصوله إلى أكثر من 4 تريليونات ريال بنهاية 2025 ومنذ إعادة هيكلة الصندوق ورئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد مجلس إدارته في 2016 يسير صندوق الاستثمارات العامة بخطة ثابتة نحو تحقيق أهدافه الرئيسة المتمثلة في تعظيم قيمة أصوله وإطلاق قطاعات جديدة وتوطين التقنيات والمعارف المتقدمة وبناء الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية وذلك سعيا إلى تعزيز دور الصندوق كمحرك فاعل لتنويع الاقتصاد السعودي وتعميق أثر ودور المملكة في المشهد الاقتصادي الإقليمي والعالمي سيعمل الصندوق على ضخ استثمارات محلية في مشاريع جديدة من خلال التركيز على 13 قطاعا حيويا واستراتيجيا ما يسهم في رفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60% في الصندوق والشركات التابعة له ويعزز جهود تنويع مصادر الإيرادات والاستفادة من إمكانات الموارد وتحسين جودة الحياة فضلا عن تمكين القطاع الخاص المحلي واستحداث الوظائف تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رسالة خطية من أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وأتسلم الرسالة صاحب السمو الأمير فصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية خلال استقباله لوزير خارجية سلطانة عمان السيد بدر بن حمد البوسعيدي في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياضة وجرى خلال استقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في شتى المجالات إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رسالة خطية من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك منبلكة البحرين تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وتسلم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل من فرحان بن عبد الله وزير الخارجية خلال استقباله لوزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف الزياني في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون للدول الخليج العربية بالرياضة وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في شتى المجالات إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية عقد أصحاب السمو المعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مقر الأمانة العامة بالرياضة الدورة 150 التحضيرية للقمة الخليجية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف وبحث الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال بما في ذلك تقرير الأمانة العامة حول تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين التي أقرها المجلس الأعلى عام 2015 للميلاد وما تم تنفيذه بشأنها من قرارات وإنجازات في إطار تحقيق التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان خلال الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون مع وزير الخارجية المصري على حرص المملكة لحفظ أمن الخليج والمنطقة مضيفا أن الاجتماع استعرض أبرز الملفات والتحديات التي تواجهها المنطقة وكيفية إيجاد الحلول نقشنا مع معالي الوزير الأوضاع الإقليمية في المنطقة والعلاقات الخارجية المصرية التاريخية وسبل تطويرها في كافة المجالات واستعرضنا أبرز الملفات المتعلقة بأمن المنطقة والتحديات التي نواجهها وكيفية إيجاد حلول سياسية تحفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي وقد استعرضنا خلال اجتماعنا اليوم مضامين زيارة سيدي والعاهد حفظ الله إلى دول خليج العربية أدى المصلون في جميع مناطق المملكة صلاة الاستسقاء صباح اليوم اتباعا لسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام عند الجذب وتأخر نزول المطر ففي مكة المكرمة أدى المصلون صلاة الاستسقاء بالمسجد الحرام يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وأم المصلين إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور عبد الرحمن أسديس حيث أوصل المسلمين بتقوى الله عز وجل ومراقبته وطاعته وعدم معصيته والتوبة إليه واستغفاره والتضرع إليه وسؤاله وأبان فضيلتها أن العالم اليوم يعيش ويترقب تحديا جديدا يتمثل في نقص المياه ويطالب المهتمين بتحقيق الأمن المائي فإن من عظيم البشريات ما تقوم به بلادنا بلاد الحرامين الشريفين حرسها الله وأدام خيرها مدرارا من إحياء هذه السنة القويمة في الاستسقاء والدعاء مع الأخذ بالأسباب الشرعية والمعاصرة في توفير المياه عبر وسائل عديدة وفي المدينة المنورة أدى جموع المصلين صلاة الاستسقاء في المسجد النبوي الشريف تقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة حيث وأما المصلين فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الدكتور صلاح البدير الذي بينا أن طمأنينة النفس وقرة العين وسكينة الفؤاد وسعادة الروح أن يكون العبد منكسرا بين يدي مولاه متذللا لعظمته وقال فضيلة إنكم خرجتم مستسقين مستغيثين فأظهروا الحاجة والإضطرار والمسكنة والافتقار وأصدقوا في التوبة والاعتذار وأكثروا من الاستغفار وهجروا الذنوب والأوزار واجتنبوا موالد الخسار ومسارح البوار وأحذروا عملا يقربوا إلى النار وفي منطقة الرياض تقدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة جموع المصلين بجامع الإمام تركي بن عبد الله وأدى الصلاة مع سموه سماحة مفتي العام للمملكة رئيسية كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف أمير منطقة الرياضة وقد أم المصلين عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي القضاء الشيخ عبد الله بن عبد العزيز آل الشيخ الذي أوصى في خطوة بتقوى الله والتضرع والإنابة إليه جل وعلا والمسارع إلى التوبة وبذل الخير مؤكدا فضل الاستغفار والحث عليه وما يعود به على الإنسان والأمة من خير وفرج عظيم نشرتنا مستمرة ولكن بعد الفاصل دشنا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جزان خدمة الاتصالات الإدارية هو عدد من الخدمات والأنظمة الإلكترونية المتطورة بالإمارة والمحافظات التابعة لها ومنجزات تقنية المعلومات حيث استمع سمو لشرح المفصل من وكيل إمارة منطقة جزان عبد الله الصقر عن الخدمات التي تم تدشينها وتطويرها وغيرها من الخدمات التي تقدمها الإمارة لمنسوب الإمارة والمراجعين عبر البواب الرقمية على موقع الإنترنت دون الرجوع للإمارة والعمل الورقي بما يسهل على الجميع متابعة معاملاتهم وتنفيذها بأسرع وقت ممكن وشملت الخدمات الإلكترونية التي تم عرض منجزاتها لنظام الاتصالات الإدارية والبلغات والتعميم ونظام المجالس المحلية ومجلس المنطقة ونظام تقييم الأداء الوظيفي وتحسين الأنظمة الإدارية والمالية للموظفين والمراجعين وإطلاق عدد من البرامج والتطبيقات الأكترونية الجديدة التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تابوك محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي والوفد المرافق له واطلع سمو خلال اللقاء على جهود وبرامج المواصفات السعودية الرامية للارتقاء بسلامة وجودة الخدمات في المملكة إلى جانب نتائج مؤشر مطابقة السلع المتداولة في منطقة تابوك للمواصفات القياسية واللوايح الفنية الصادرة عن الهيئة وأشهد سموه بجهود هيئة المواصفات السعودية في تعزيز سلامة المنتجات ودعم الاقتصاد الوطني والصناعة السعودية عبر جهودها في إصدار المواصفات القياسية واللوايح وبرامجها وأنشطتها المختلفة شهد صاحب السمو الملكي الأمير السعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية توقيع 15 مذكر التفاهم لتوظيف أكثر من 3100 شاب وشابة من خريج المؤسسة العامة لتدريب الفني توظيفيا حيث أكد سموه أهمية التكامل بين الجهات التعليمية والحكومية والقطاع الخاص لاستثمار قدرات الشباب وتحديد التخصصات التي يتطلبها سوق العمل لضمان حصول كل شاب وشابة على فرصة وظيفية تناسب المؤهلات والقدرات وإمكاناته ومهاراته مشددا على أهمية المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل كضرورة ملحة تفرضها التحولات والتطورات التي يمر بها عالمنا اليوم وغاية لتحقيق التنمية الشاملة والتي تنعكس بشكل أو بآخر في تحسين حياة المواطن في مناحي الحياة كفا نوها صحب السمو الأمير الجلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران بما تحظى به الهيئة العامة لعقارات الدولة من دعم من القيادة الرشيدة مؤكدا أنه ومن خلال مهامها تعتبر إضافة استراتيجية للاقتصاد وتحقيق رؤية المملكة عشرين ثلاثين جاء ذلك خلال لقاء سموه بمدير عامي فرع الهيئة العامة لعقارات الدولة بمنطقة نجران مهند اليامي وأكد سموه أن الهيئة ستكون مضلة لتحقيق الاحتياج الحكومي والاستغلال الأمثل لعقارات الدولة كما تم خلال اللقاء إطلاع سموه على تقرير تعريفي عن فرع الهيئة بمنطقة نجران تضمن إضاحا عن استراتيجية الفرع وتحليل الوضع الحالي والتطلعات المستقبلية التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم محافظ عنيزة عبد الرحمن السليم يرافقه رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الإعلام والعلاقات العامة بعنيزة وذلك بعد صدور القرار بتأسيس الجمعية واستمع سموه إلى شرح من رئيس مجلس إدارة الجمعية عبد العزيز خشيبان عن أهداف الجمعية وخططها ومشاريعها المستقبلية بما يحقق التطلعات المأمولة عن الدور الإعلامي والمساهمة في تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن المنطقة وما تتميز فيه من اقتصادات سواء في المهرجانات الموسمية والقطاعات الصناعية وقد أكد سموه أهمية دور الجمعية إعلامية لخدمة المنطقة ودعم التواصل مع الوسائل الإعلامية بكافة اختصاصاتها وأنشطتها داعيا إلى التركيز على الجانب التأهلي والتواوي فيما يخص الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي متمنيا لمنسوب الجمعية التوفيق للوصول إلى الأهداف المنشودة بإذن الله حفاظا للمجتمع وتعزيزا للوعي الفكري ونبذ للفراق والأحزاب المتطرفة أمير القصيم يرعى ندوة الانحياز المعرفي وأثاره الفكرية ضمن برنامج تعزيز الأمن الفكري وقاية للفكر وحماية للمجتمع وتأكيدا للمنهج الوسطي المعتدل وتعزيزا لوحدة الجماعة والسمع والطاعة لولي الأمر الانحياز المعرفي وأثاره الفكرية عنوان لندوة علمية فكرية شهيدها أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز رئيس اللجنة العليا لبرنامج تعزيز الأمن الفكري بإمارة المنطقة أقيمت بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة استعرض خلالها جوانب تعزيز الأمن الفكري والتصدي للأفكار الهدامة والأحزاب المتطرفة التي تشكل خطرا على الوطني وأفراده الواجب علينا في جميع أنحاء هذه البلاد بأن نركز على كل ما يحمي شبابنا وشاباتنا حقيقة من الأخطار الفكرية أو الحزبية أو العقدية نحن ولاؤنا وحزبنا واحد وهو حزب الإسلام والمسلمين ولي الأمر وطاعة ولي الأمر والسمع والطاعة وليس هناك حزبيات وليس هناك عنصريات وليس هناك قبليات ويشكل برنامج تعزيز الأمن الفكري بإمارة القصيم نموذج توعوي وقائيا للمجتمع أنا من المهتمين بموضوع الأمن الفكري أدعو حقيقة الإمارات كافة في المملكة والهيئات الحكومية والإدارات الحكومية للاستفادة من هذا البرنامج لأنه برنامج فريد حقيقة من حيث الشمول من حيث الموضوعات من حيث الاستمرارية هذا البرنامج وضع حقيقة لنجني من خلاله آثار طيبة وترسم الندوات واللقاءات التي يقدمها البرنامج في زيادة الوعي المجتمعي تجاه السلوكيات الدخيلة نحن نحاول حماية العقل ونشر الوعي النفسي لأن الوعي النفسي بالأساس هو الذي يمنعنا من عمليات التحيوزات المعرفية وغيرها من الأمور التي قد تعود سلبا على الفرد وعلى المجتمع وأتات هذه الندوة ضمن سلسلة من البرامج واللقاءات والورش العلمية التي ينفذها برنامج تعزيز الأمن الفكري بإمارة القصيم للوقاية من الانحرافات والسلوكيات والتيارات الدخيلة وتعزيزا لللحمة الوطنية وتعرية للأحزاب والفرق المتطرفة علي العطينان بريدة كرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية لاعب نادي الوعد الرياضي بمحافظة طريف ياسر الحازمي لحصولها على الميدالية الفضية في بطولة المصارع الرومانية لوزن 84 على مستوى المملكة حيث وهن أسموه الحازمي بهذا الإنجاز حاثا على مواصلة الجهد وتحقيق المركز الأول بهم عالية ومتابرة وتميز في المشاركات القادمة مؤكدا أن الاهتمام بالفئات السنية يعد استراتيجية فاعلة في مستقبل تنافسية النادي وقدرته على صناعة وجد بالمزيد من اللاعبين المميزين داعيا إلى الاهتمام بقاعدة كل الرياضات الأخرى متمنيا لهم ولجميع أندية المنطقة التوفيق والسداد شرف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة حفل سفارة دولة قطر لدى المملكة بيناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها وذلك بمقر السفارة في حي السفارات وكان في استقبال السمو لدى وصوله مقر الحفل سفير دولة قطر بندر بن محمد العطية وعدد من منسوب السفارة اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف على التقرير السنوي لمؤسسة سليمان الراجح الخيرية للعام الماضي 2020 وما تضمنه من منجزات على مستوى مناطق المملكة وإسهامها في دعم القطاع غير الربحي جاء ذلك خلال لقاء سموه بمدير فرع المؤسسة الخيرية محمد أصطلهام الذي سلم سموه نسخة من التقرير وأشهد سموه بجهود المؤسسة والقائمين عليها وما تقدمه من إسهامات مجتمعية لخدمة المستفيدين تجاوز إجمالي عدد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا في المملكة أكثر من 48 مليون ومئة ألف جرعة إذ بلغ عدد المحصنين بجرعتين من لقاح كورونا أكثر من 22 مليون وخمسمائة وثمانمائة وخمسة عشر ألف فيما بلغ عدد الذين حصلوا على الجرعة الأولى أكثر من 24 مليون وسبعمائة وتسعين ألف شخص من سكان المملكة وفي آخر إحصائيات فايروس كورونا في المملكة سجلت 64 إصابة جديدة بالفايروس كما سجلت 77 حالة تعافي كما سجلت حالة وفاة جديدتين رحمهم الله تعمل لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمنطقة المدينة المنورة على تقديم العديد من المبادرات التطوعية والتي تهدف إلى تأهيل أبناء المنطقة عبر سلوك النهج المتبع في العمل التطوعي وفي قرؤية المملكة عشرين ثلاثين وذلك بالوصول إلى مليون متطوع وتقديم الدعم والتدريب والتأهيل للمتطوعين بهدف رفع كفاءة أداء المتطوعين في المجتمع وللحديث أكثر عن هذا المنظوع ينضم إلينا من المدينة المنورة ومراس الأخبار السعودية الزميل محمد الشهري بداية محمد أهلا بك محمد المزيد عن عمل هذه اللجنة اللجنة التنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة وتأهيل أبناء المنطقة نعم أهلا وسهلا بك عبد الرحمن أهلا بسادة المشاهدين مشاهدي القناة السعودية ورحب بكم من هنا من طيبة الطيبة المدينة المنورة بالفعل عبد الرحمن العمل التطوعي من أهم النشاطات العامة في المجتمع التي تساهم في المحافظة على الخير وتقديم أيضا الأعمال التطوعية والمبادرات لخدمة هذه البلاد الغالية وهنا خصوصا في المدينة المنورة يعمل مركز أو لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية للتنمية الاجتماعية التابع لمركز التنمية الاجتماعية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتقديم مجموعة أو التقديم العديد من المبادرات والأعمال التطوعية التي تخدم المجتمع المديني لنتحدث أكثر حول هذا الموضوع مع ضيفي وضيفكم الأستاذ عبدالله الرويتعي مدير وحدة التطوع بمركز التنمية الاجتماعية الأهلية بمنطقة المدينة المنورة حياكم الله أستاذ عبدالله ورحبك عبر شاهدة القناة السعودية ودعنا أن نتحدث عن أهم المبادرات والأعمال التي تعملون عليها في لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمدينة المنورة والله أحييك أستاذ محمد وأحيي الزمرة في السيديو وأستاذ المشاهدين من أهمية العمل الطوعي ونشطة قوة العمل الطوعي تأسسها تحدث التطوع وأيضاً لتحقيق رؤية المملكة في سعودية 2030 لوصول إلى مليون الطوع تأسسها تحدث التطوع باللجنة التنمية الاجتماعية للعمل الطوعي وفق المنهجية محددة وألية واضحة العمل تحقيقاً لمهامها وتسين المهامها وتحقيقاً لأهدافها دعنا أن نتحدث أيضاً عن الإحصائيات التي قدمتها خلال الفترة الماضية في هذه المبادرات والأعمال التطوعي الله الحمد بلغ عام 2021 عدد فرقة مسجلة التي تشرف عليها وعدة الطوع في اللجنة 42 فريق في كافة المجالات تعمل عدد مبادرات الطوعية بلغت 230 مبادرة عمل فيها 805 متطوعة متطوعة كذلك بلغ العائد الاقتصادي لها 1.530.405 ريالات جميل دعنا أن نصلط الضوز السابع عبدالله على أهم المشاركات والمبادرات التي عملتم عليها هنا في منطقة المدينة المنورة وكانت تحت إشراف اللجنة لديكم الحمد كانت اللجنة دور بارز وطوع الفرقة الطوعية باللجنة دور بارز في كافة المجالات الاجتماعية الصحية تقافية تربية في كافة المجالات في تربية المجتمع هل هناك شراكة وأعمال تعملون عليها مع القطاعات الحكومية وأيضا أهم المبادرات والشراكات مع القطاع الخاص الحمد هناك خطة منظمة ومنسقة من اللجنة في موجهة شراكات الاجتماعية ونتوجه بالشكر جميع المؤسسات الحكومية وعلى رأس هذه المؤسسات أمارة منطقة المدينة منورة على وجهات الأخرى على دعمهم المتواصل لتسهيل المهام المطوعين وكذلك القطاع الخاص والقطاع غير ربحي فلهم دور كبير في تسهيل مهامنا وفي تسهيل مهامنا للفرقة الطوعية لهم جميع الشكر وأيضا تقدم بالشكر للفرقة الطوعية على ما بدلوا من جهود خلال هذا العام الأستاذ عبدالله رويتعي مدير وحدة التطوع بلجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بمنطقة المدينة منورة شكرا لكم وشكرا على هذه المبادرات القيمة التي تخدم المدينة المنورة الله أحليكم وأبدأ في خدمة مدينة وأهل المدينة إن شاء إذن عبدالرحمن كما استمعت إلى هذا الحديث الممتع والشيق الذي تحدثنا عنه للتطوع وما يقدمه من أعمال جميلة وجليلة لخدمة المجتمع هذه المبادرات التي تعمل عليها هذه اللجنة لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بمنطقة المدينة المنورة وتساهم في عمل الخير لتقديم كافة المبادرات الخيرة لكافة أقطار المجتمع هنا في منطقة المدينة المنورة هذا كل ما لدي عبدالرحمن الصوت والصورة إليك تفضل نعم إذن محمد هذه جهود تذكر وتشكر كل شكر وتقدير لمراسل أخبار السعودية من المدينة المنورة جزمي لمحمد الشهري وظيفه الكريم شكرا محمد تشهد مناطق المملكة موجة باردة منها موجة لتدني مستويات الحرارة على مناطق الشمالية كالحدود الشمالية وحائل والجوف وفي هذه الأيام تلجأ العديد من الأسر لاستقدام وسائل التدفئة واعتماد الكثير على الأدوات الكهربائية داخل المنازل أو استخدام الفحم والتي من الممكن أن تنشأ من هذا الاستخدام الخاطئ حوادث كثيرة حول هذا الموضوع من الموضوع يكثف الدفاع المدني حملات توعوية لرفع الوعي حول الاستخدام الأمثل لوسائل التدفئة للمزيد من هذه التفاصيل حول تلك الحملات مع مراسل أخبار السعودية الزميل عبد الرحمن البراهيم عبد الرحمن بداية أهلا بك كيف ترى الحملة التوعوية للدفاع المدني للتحذير من هذه الحوادث بالفعل يواصل أو تواصل مديرية الدفاع المدني في الجوف جهودها للتوعية باستخدام وسائل التدفئة المختلفة والاستخدام الأمثل لهذه الوسائل المناطق الشمالية ومنها منطقة الجوف تشهد انخفاض ملموس في درجات الحرارة تبلغ متوسط درجات الحرارة خلال ساعات المساء وفي الدرجة الصغرى قرابة 12 درجة مئوية هذه المستويات المتدنية من درجات الحرارة تدفع بالكثير إلى الاستخدام المكثف لوسائل التدفئة إذا ما تحدثنا داخل المنازل أو فيما يمارس خلال نهايات الأسبوع وخلال أيضا الإجازات الرسمية ما يمارس من فعليات المكشات وغيرها من التنزف في المناطق البرية واستخدام الفحم وغيرها من وسائل التدفئة طبعا مديرية الدفاع المدني في منطقة الجوف تتلمس هذا التوجه الكبير لوسائل التدفئة إذا ما تحدثنا عن داخل المنازل باستخدام الوسائل الكهربائية والتي تعتمد بمعظمها على التوصيلات الكهربائية والتي من الممكن بعض الممارسات الخاطئة أن تنشأ عنها حوادث لا قدر الله داخل المنازل أو حتى الاستخدام خارج المنازل بالفحم وغيرها من أيقاد النار في بعض المخيمات وغيرها من السلوكيات التي قد تسبب حوادث اليوم نصلت الضوء على أبرز هذه الحملات التوعية التي توجهها وتكثفها مديرية الدفاع المدني في منطقة الجوف ولعل المزيد من التفاصيل يتحدث إلى جانب المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني في الجوف النقيب عبد الرحمن أضويحي بداية عبد الرحمن أهلا وسهلا معك أهلا وسهلا بك نود أن أتحدث عن أبرز الممارسات أو الرسائل التي توجهونها للاستخدام الأمثل لوسائل التدفئة حياكم الله نظرا لانخفاض الرجاءة الحرارة خلال هذه الأيام والأيام القادمة وما قد يصاحب ذلك من استخدام الفحام والحطب وسائل التدفئة أو الدفايات بأنواعها هنا أؤكد على ضرورة تقييد بتعليمات السلامة الخاصة بها وأن تكون من وسائل التدفئة الحديثة في المطابقة المواصفات والمقيس والجودة في المملكة العربية السعودية والحرص على أن تكون كذلك عدم زيادة الأحمال الكهربائية لو تسمحت لي نتطرق إلى ما يمارس خارج أسوار المدن استخدام الفحم للتدفئة وإشعال النار في بعض المخيمات أبرز الرسائل التي توجهونها إلى المتنزهين خاصة في استخدام الفحم في الأماكن المغلقة صحيح أؤكد هنا أن عدم إشعال النار للتدفئة في الأماكن المغلقة لإنبعاث غازات أول أكسيد الكربون والتي تؤثر على الاختناق وتؤدي الوفاة لقدر الله وأن تكون في أماكن مفتوحة أخيرا ما هي أبرز الوسائل التي توجهون من خلالها نشراتكم الإعلامية للتوعية في هذا الجانب أؤكد على الجميع ضرورة اقتناط طفاية حريق وكاشف دخان في كل منزل فهي من الوسائل الضرورية التي تحمينا من الأخطار لا قدر الله ووهيب الجميع اتباع ورشادات اتباع تعليمات ورشادات الدفاع المدني من خلال رسائل التوعوية على وسائل الإعلام المختلفة شكرا لك نقيب عبد الرحمن ضويحي على هذه المعلومات أعود لك عبد الرحمن هذه كانت أبرز الرسائل التوعوية التي يوجهها أو توجهها مديرية الدفاع المدني في منطقة الجوف للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين خاصة مع ما تشهدها المنطقة من انخفاض ملموس في درجات الحرارة واتباع أساليب مختلفة في التدفية إما عن طريق الأجهزة الكهربائية أو إشعل النار في خارج أسوار المدينة عبد الرحمن ونحن بدورنا نتمنى السلامة للمواطنين وأيضا الشكر والتقدير لهذه الجهود جهود الدفاع المدني في هذه الحملات التوعوية إذن كل شكر وتقدير للزميل عبد الرحمن البراهيم مراسل الأخبار السعودية من الجوف شكرا عبد الرحمن أعلنت قوات وتحالف الدعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ 28 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوث الإرهابية في مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية وبين التحالف أن الاستهدافات دمرت 14 آلية عسكرية ومقتل أكثر من 140 عنصرا إرهابيا كما نفذت قوات التحالف استهدافا في الساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين موضحة أن الاستهداف دمرت آلية عسكرية وأكد التحالف كذلك أنه يدعم عمليات القوات اليمنية خارج مناطق نصوص اتفاق استوكولم في الختام هذه عنوين في عون الله وتوفيقه نعلن عن ميزانية العام المالي القادم 1444-1443 الموافق 2022 خادم الحرمين الشريفين يؤكد استمرار الانطلاقة الاقتصادية للمملكة وفق رؤية 2030 خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالتين خطيتين من سلطان عمان وملك مملكة البحرين سمو للعهد يؤكد استخدام الفوائض لتقوية المركز المالي للمملكة ورفع قدراتها على مواجهة الصدمات والأزمات العالمية المملكة تستضيف غدا اجتماع مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والأربعين بالفتام شكرا ليطيب المتابع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة